للأسف الشديد برضو خليني أقول لحضراتكم أن أنا مش عارفة يعني ده طبعا كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى لكن طبعا كان معانا خبر برضو أحزننا كلنا كأهلوية وأحزن كل الناس اللي برضو بتحب كابتن أمير توفيق طبعا والده توفي برضو بالأمس وإحنا بنقدم له خالص التعازي الله يرحمه وإحنا عارفين قد إيه كان والده شخصية محترمة وقد إيه كمان كابتن أمير كان يعني متصل بي وعلاقته بي قريبة جدا يعني أكيد فيه ألم أكيد فيه وجع شديد جدا إحنا بنتأملنا أن يكون فيه قوة لكابتن أمير توفيق الفترة دي تحديدا ويصبروا على فقدانه لولده طبعا حاجة أو من المواقف اللي أي إنسان بيمر بيها بتبقى من أصعب المواقف في الدنيا أنه هو يفقد أحد يعني أباقه الله يرحمه يا رب كان لازم أن احنا نبدأ مع حضراتك ونتكلم في النقطتين دول ونعزي برضو أنفسنا لأن طبعا كلها برضو قامات كبيرة جدا في النادي الأهلي وحرجع أقول تاني اللي بيقدموا التعازي أو اللي قدموا التعازي واللي كانوا زعلانين مش بس من النادي الأهلي من المصريين ومن خارج كمان مصر ناس كتيرة جدا محترمة يعني زي مكتبوا لحضراتكو وقف موقف سليم أو وقف موقف حيادي أو وقف محترم مع الرموز اللي هي لها قيمة الرموز اللي هي مؤثرة بشكل إيجابي في أي مجتمع بتكون فيه زي كابتن محمود الخطيب وده شيء أعتقد كلنا عارفين ترجمة نانسي قنقر